عملنا أسئلة باستخدام الفعل المساعد في المضارع المستمر دلوقتي بقى إن شاء الله إحنا هناخد برضو حاجة جديدة برضو نشوفها برضو مع بعض حاجة موجودة في المنهج بتاعنا إن شاء الله تكملها برضو للحلقة اللي فاتت هاو ترايت ميمو هنقول هاو ترايت ميمو اهي الميمو دي الميمو عبارة عن ايه أمر بسيط بعته أو كتبه تمام رئيس المكتب لواحد من وظفينه طب بيقولوا هل بشكل مباشر ولا ايميل لا ده بكتب نوت صغيرة كده يلزق في النوتس بارد اللي شوفناها كمان ويش شخص ده المقصود بيبص على النوتس بارد يشوف اسمه النوتة دي خاصة به بيقرأ الميمو بتاعته وبينفذ الأمر اللي ايه اللي موجود فيها يبا هي أمر إداري بسيط أمر صغير أمر صغير جوه المكتب شيء داخلي شيء لتنظيم العمل ايه داخلي لتذكرة واحد إن هو ما ينسى الشغله معين حاجة مهمة بفكر بها الناس اللي عندي دي الميمو بتاعتي بسيطة بنكتب فيها من إلى ونشوف الحاجات المطلوبة بتاعتنا والتاريخ بتاعها والعنوان بتاعها وبنختم بكلمة بسيطة مع بعض كده هنشوف الوقت إزاي نكتب المهم بتاعتنا ونشوف مع بعض ايه اللي موجود فيها نقرأ كده ايه اللي مطلوبة على الشاشة بتاعتنا إبقى اكتب مذكرة من مستر سامي إبقى ده ده الكبير بتاعي مستر سامي اللي جاي بعد كلمة from the manager to his secretary ميس صارة السكرترا بتاعته صارة asking her طالب منها to send an email عشان يبعت email to BOS company يبعت لشركة BOS to send them the latest prices يبعت آخر أسعار of the new computers للحواسب الجديدة طيب إحنا الأول عايزين هل بنكتب المهم دي رسالة كده بنفس الشكل ولا إيه لا فورمة معينة a special form لا شكله معين أول حاجة بنكتب كلمة from يعني من من هنا بقى الشخص المرسل اللي كاتب الميمو لو انت لحظ ندور كده في كلمة from عندي هنا هتلاقي من from مستر سامي يبقى مستر سامي هو المفروض يجي فين في الفراغ ده بعد كلمة ايه from فيه كماني to إلى إلى مين to his secretary مس هودا يبقى بنكتب مس ايه مس سوري مس سورة يبقى بنكتب بعد to مس سورة ريه هنا الموضوع الموضوع بتاعي الموضوع بتاعي هنا بدور بعد سورة كلمة asking here to asking here that want here that الكلام اللي بعدها هنا بلاقي الموضوع بتاعي هنا لو انت ما فيمتش الموضوع هتلاقي الموضوع في المنطقة دي لو بعد كده فيه عند كلمة ايه date فيه عند كلمة date التاريخ قد بتاريخ كتابة الايه الميمو طب يا مستر لو سمعت ما فيش عند اي تاريخ موجود يبقى بنكتب تاريخ اليوم او تاريخ كتابة الايه الميمو بتاعتنا تاريخ كتابة الميمو بتاعتنا اللي هو التاريخ اللي انت موجود فيه في اليوم نفسه بالزبط كده طب فيه حاجة تانية بتكتب نشوف كده اه فيه ابدأ بكملة هنا واكتب الميمو بتاعتي واحنا عشان مهذبين هننهي الكلام بتاعنا بكلمة ايه ثانكس يبقى عندي من المرسل تو الى المرسل اليه او المفروض ينفذ الامر الموجود ري الموضوع بتاعه عن ايه date تاريخ كتابة الميمو بليز من فضلك قد الامر بتاعي هنا في المكان ده وبعدين اختم الكلام بكلمة ايه ثانكس تمام عرفنا الموضوع تمام ويه كمان وباقي الموضوع عندنا اهو مفيش date يبقى نكتب طريق النهاردة وفي الاخر نقول كلمة ايه ثانكس تب نشوف كده ايه الكلام اللي عندنا هنا فروم مستر سامي فعلا زي ما احنا قلنا ها تو مستر سامي ممكن نكتب هنا مستر سامي زي مانجر عادي او مستر سامي بس او ممكن تقول مستر سامي الواحدة او مستر سامي اللي اتنين صح ري بي او اس ايميل اه كتاب اه ايميل شركة بي او اس او زي ايميل تو بي او اس مفيش مشاكل اللي اتنين صح هنا التاريخ التاريخ اليوم او تاريخ كتابتها تمانية وعشرين عشر وعشرين على حسب التاريخ اللي احنا ايه هنكتبه او تاريخ يوم الكتابة بتاعتها وقتها ها بليز سند ان ايميل تو بي او اس كومبني تو سند اس اه بدل سند زم هو بقى بتكلم عن نفسه. بتكلم عن ايه? عن نفسه. حاول them الى ايه? us. to send us the latest prices of the new computers before 20th august. تمام كده? وهكذا. ببقى بنكتب التاريخ وناخد بالنا ملحجات بتاعتنا دي. fax. الفاكس بتاعنا يختلف عن الايه? عن الميمو. فاكس بتاعنا يختلف عن الميمو. الفاكس هنا. to. الى. date. وتاريخ. from. نفس الكلام. fax number. تاريخ. ها? الفاكس. سوريا. رقم الفاكس. number of pages. عدد صفحات الفاكس. subject. الموضوع بتاع الفاكس. دير. اسم المرسل الى. دير عزيزي واسم المرسل الى. اللي هو الاسم اللي بعد from هنكتبه بعد دير. هنخش في الموضوع على طول بدون اي مقدمات. زي المو بالزبط. ها. ونختم. I look forward to hearing from you soon. yours sincerely. انا عند sincerely عشان في اسم موجود بعد كلمة ايه? بعد كلمة ايه? الدير في اسم موجود. يبقى لازم اقول. نشوف اللي جاي. اه توقيع. والاسم. والوظيفة. توقيع والاسم الايه? والوظيفة. ركز معايا. اول حاجة عندي. ها? في الفاكس عندي. هيبقى في تحتها في دية تاريخ. تمام? في رقم الفاكس بتاعي. عدد صفحات الفاكس. والموضوع بتاعنا. دير والاسم بتاعي. اللي هو بعد from. الاسم اللي بعد from. هو لكاتب بعد دير. اخش في موضوع الفاكس على طول. بدون اي مقدمات. زي اه اللي احنا كنا بنطلعه من الليطر. او اه. حتى لو بعد كلمة اسكنج تو زي الميمو. بنكلم في الموضوع على طول. I look forward to hearing from you. اه. اتمنى ان اسمع منك قريبا. ها. yours sincerely. وبعدين التوقيع. وبعدين الاسم. وبعدين sales. sales manager الوظيفة بتاعتنا. الفاكس بتاعنا يختلف عن الميمو. انا ببعت الفاكس ازاي. او ايه هو الفاكس. الفاكس هو رسالة من شركة الى شركة اخرى. من شخص لشركة. او من شركة لشخص. ودي مستند رسمي. مستند قوعة. تمام? وبيوقع عليها المدير. وبيوقع عليها المدير. يعني ان فاق موجود زي ما احنا شايفين فيه موجود فاق توقيع. وبعدين بتتاخد. احنا شفنا الصورة بتاعت قالة الفاكس. بتتحط في المكنة بتاعت قالة الفاكس. ويبدأ يضرب رقم المرسل اليه. يبدأ يضرب رقم المرسل اليه. مجرد ما يضرب رقم المرسل اليه. الجنب التاني على قالة الفاكس هناك بيرن. فطبعا بيبين ان هو اللي هو فاكس. تمام? فبيستنى هناك اه حاجة معينة كده الفاكس على طول بمجرد ما التاني يعمل استقبال او على حسب ما هو مضبط الجهاز بتاعه يبدأ ارسال الفاكس في نفس اللحظة في نفس اللحظة اللي هو بيستقبل هناك الفاكس يبدأ ينزل من المرسل تمام ويتطبع في الجانب الجانب التاني في نفس التوقيت بمجرد ما ينزل من هنا يطلع في الجانب التاني في نفس التوقيت والولقة بتاعتي انا اللي انا باعتها بتروح طالع من جانب التاني من الوقت الفاكس بتاعتي مطبوع عليها تاريخ ورقب تاريخ الارسال ورقم تليفون المرسل اليه عشان اثبت ان انا ارسلت له الفاكس وفي الجنب التاني هناك بتطلع الورقة برضو بنفس الورقة اللي انا عاملها بس كلها بيكون مطبوعة زي متصورة كده بالزبط بيكون ايه زي اللي ايه زي اللي متصورة بالزبط وبرضو مطبوع عليها تاريخ الارسال ورقم المرسل انا المرسل بيطلع عندي تاريخ الارسال ورقم المرسل إليه الجنب الثاني بيطلع عندها تاريخ الإرسال ورقم المرسل رقم المرسل بيطلع بقى عندي رقمه بقى على الورقة اللي موجودة عنده هناك دي الفاكس هنا يبقى هي ورقة خطاب رسمة مرسل من شركة لشركة من شركة لشخصة أو من شخصة لشركة أو هكذا تمام ودي ورقة رسمية بتتبعت عن طريق آلة الفاكس الفاكس هي ماشين اللي احنا كنا كنا كلمنا عنها من شوية نجي بقى نشوف بعد كده ايه اللي موجودة عندنا هنشوف تيست على يونت 3 and 4 تيست صغير كده مع بعض هنبدأ نتكلم عنه ونشوف ايه اللي موجود فيه اول حاجة عندي فينا هنختار عند اول جملة هنا فيه عندي كم اختيار اربع اختيارات يبقى هنا ناخد بالنا من كلمة ايه شلف ناخد بالنا من نقطة كلمة هنا ما ينفعش معاني نقول ايه اذا طب اذا بطم ماشي طب انت جبتوا اون ليه انا جاب اون عشان كلمة شلف عشان كلمة شلف طب مستر احنا نحطه مسلا اقول ايه بوض دا بوكس اون دا تشير لا اون دا دروور لا اون دا ويندو لا ليه لاني انت المكان الاساسي للكتب الارفف على الرف بتاعها يبقى ان دا طب ايه شلف ان دا طب شلف بعد كده نمبر 2 يبقى احنا هنا عايزين مين is there there they them اه يبقى احنا هنا is خاصة بالسنجولار المفرد يبقى التلاتة اللي تحت هنا ما ينفعش معانا ما ينفعش معانا يبقى الاختار بتاع الصحي مين is there هل يوجد هل يوجد is there يبقى هنا verb بتبعية منيجي في الاول بمعنى هل بمعنى هل يبقى هل يوجد حاسب في المكتب is there a computer in the office number 3 we sit on we sit on we sit on what tables chairs shelves desks واحد يقول الله مصر احنا بنوعد عالdesk عالdesk اللي في المدرسة دا ديسك اللي في المدرسة حاجة واحنا هنا بقول we sit on ايه chairs we sit on chairs لان الدسك اللي فوق بتاع المكتب اللي انت بتكتب عليه مش الكرسي بتاع المكتب بتاعتك اكي we sit on chairs we sit on chairs احنا بنوعد على المقاعد الكراسي مش اتاختها نفسها which machines which machines space وناخد بالنا بعد the space there is a word not which machines not not what aren't aren't or isn't ايبقى which machines what are not تمام منفعش aren't working تمام فيه not بعد the space منفعش aren't not منفعش ايه aren't not يبقى are not working which machines are not working we put the files in a we put the files in a files حد يفكر files كنا بنضع files فين زي ما اخدناها قبل كده كان في صورة مصور بتاعتنا shelf file cabinet table notice اصبحت سهلة كده بتاعتنا دلوقتي we put the files in a filing cabinet filing cabinet are they coming ما فيش هنا space مصدر لا ما هو في الاجابة تحت هنا موجودة are they coming no ايبقى انا عايز الاجابة بتاعتي من السؤال الوقت اني انا قلت no ايه اللي بنعمله بنعمل exchange between are and they بنعمل exchange between are and they are they coming قلنا ايه no no what انا قلت بين are and they يبقى they لازم تكون موجودة في الاجابة فين بقى كلمة they في الاولى number a they aren't he isn't it isn't they aren't اه بالمناسبة هنا ما بنجيبش اي فعل ومساعد الا لازم يكون موجود فانا عند are they يبقى they aren't ما ينفعش is عشان is مش موجودة خالص تماما طب وارنت مصر ما تنفعش ليه الاولانية they aren't احنا بقول are they are they يبقى no they aren't a send this faxes سهلة لسه ما كلمنا عنها من شوية a telephone a photocopia a fax machine ولا a fax ها send this fax الجملة دي اخذناها في فكاب في الاول خالص a fax machine a fax machine not a fax الفاكس هو الورقة اللي تبعت نفسها احنا بكلمنا على آلة الفاكس we talk here about the fax machine a fax machine sends faxes they are lunch in a restaurant they are space lunch in the in a restaurant they are هنا اما حبها جيب فعل after verb to be اما حبها جيب فعل after verb to be احنا خذناها النهاردة وخذنا نفس الفعل تقريبا how to add how to add what how to add i-n-g how to add الزي اضيف i-n-g have has having had have has having had يبقى نقول هنا they are having lunch in a restaurant they are having lunch in a restaurant can you me five pounds طبعا هنا عايزين معنى هنا خاص يبقى can you cost can you lend can you buy can you spend me five pounds لا هو هنا معنى يستلف أو يستعيل can you lend me can you lend me can you lend me five pounds تسلفني خمسة جنيه it is احمد ذكار يبقى في حاجة عندي هنا it is احمد ذكار يبقى الابصرف اس هنا بالنسبة للناس اللي فاكره معنا ابصرف اس is has is possessive does طالما هنا ابصرف اس افطر الناون وفي كلمة اسمي بعدها يبقى دي خاصة بالpossessive طالما ممكن يا مصر تكون تعريفية لانتوا بصت قدام احمد هتلاقي كلمة it is فمنفعش verb to be subject verb to be او ناون وverb to be منفعش verb to be ناون verb to be لا subject بتاعي it is helping verb احمد ده الكمبيلينتك بتاعتي تمام اللي هو verb بتوبيع عندي جاي في الاول خالص يبقى is احمد is for what possessive خاصة ملكية يبقى دي ابصرف اسم ملكية الخاصة بمين بحمد عندي ابصرف اسم ملكية ده احمد ذكار سيارة احمد ما بعدها مملوك لما قبلها او ما بعدها belongs to what's before supply the missing parts in the following dialogue between سارة and the technician about the photocabier يبقى احنا هنا بنتكلم عن photocabier بنتكلم عن ايه عن photocabier هنا اوكي نشوف مع بعض كده سارة سارة بتقول excuse me سارة excuse me can you help me with the photocabier التكنيشن الفن قال ايه سأل سؤال سارة ردت عليه التكنيشن قال i will come to help you سارة ردت عليه لو انت ملاحظ نفس الكلام ده تقريبا التلك جمل دول او الاربع دول احنا خدناهم من شوية can you help me with the ده اللي انا كنت جبتها وجبت space مكان photocabier واتكلمنا عنها بالضبط هنا اوكي can you help me with the photocabier ناخد بالنا من هنا هنا question mark زي ما انتم شايفين question mark موجودة وفي هنا question mark بعدها في question mark بعدها هل ينفع ان انا اجيب سؤالين ورا بعض يعني سؤال اجواب عليها بسؤال طبعا ما ينفعش في المحادسة بتاعتي اجيب سؤالين ورا بعض انما هنا جات ازاي هنا can you help me with the photocabier it's a kind of request it's a kind of request ده نوع من انواع الطلب نوع من انواع لايه الطلب هنا بتطلب المساعدة can you help me with the photocabier مش شخص مش سؤال بشكل مباشر فعشان كده هنا سأل سؤال على الشيء اللي هي بتطلب المساعدة علشانه اوكي هنا جوبت على السؤال اللي فوق تمام التكنيشن رده وقال i will come to help you وهنا ردت عليه بالشكل ده فاحنا هنيجي نشوف هنا هنا الشخص ده وعلى فكر الاول ده موجود في كتاب المدرسة ده موجود في كتاب المدرسة اللي هو المحادسة دي بالضبط يعني موجودة ونركز فيها كويس لان طبعا الحاجات اللي احنا بنقول بسيطة في كتاب المدرسة وبنكبر دماغنا منها لا هي موجودة هنا بنستخدمها طبعا وبنستخدم كتاب المدرسة في اجزاء الامتحان وما فيش حاجة بتخرج من كتاب المدرسة اوكي طب نشوف اول حاجة اول رد عندنا ايه ها what's wrong with that what's wrong with that اه ايه ايه المشكلة فيها في الفوتوكابير بتاعتك دي ايه المشكلة فيها what's wrong with that يبقى هي هنا تحت صارق لازم تعرض لايه المشكلة هي بتتكلم عن الفوتوكابير يبقى المفروض تقول it لو فيه فعل بشكل مباشر ماشي مفيش فعله ممكن تستخدم فيروض بيه واتجب صفة لها طب احنا خدنا المدرع المستبري معنا يبقى قالت ايه ها وجابتنا المدرع البسيط it doesn't work it doesn't work طب انا ممكن اقول it isn't working it isn't ايه working دي صح وده صح معي it doesn't work او it isn't working properly ما بتشتغلش بشكل ايه كويس اوكي التكنيشن قال i will come to help you يبقى هو الله خلاص انا هيجا وساعدك فطبعا صار ان الشخصية مهذبة فعلشان كده قالت ايه thank you يبقى احنا الاول نقرأ المحادسة بتاعتنا زي ما انا عملت في الاول وشفت ايه المطلوب في كل جزئية عندي وبدأت تستخدم الاجابات من خلال شكل الاسئلة اللي موجودة معنا اوكي what is after fill in the spaces with the words from the list فيه ده المفروض السؤال الرابع مشترت في الامتحان احنا حزفنا القطع عشان بس الوقت بتاعنا تمام ونشوف السؤال ده فيه عندي advertising سبع كلمات موجودين cabinets banking farming drawers ship building waste paper bins waste paper bins دي الكلمات عندي اعرف الاول معانيك الكلمات وبعدين ابدأ استخدم هنا advertising الاعلان عاملية الاعلان نفسها cabinets خاصة بالfiling cabinets اللي هي خزائن الملفات banking من اسمها البانك حاجة خاصة بشغل البنوك farming الفلاحة او الزراعة drawers الادراج ship building building ship سفن او سفينة building بناء يبقى بناء الايه السفن waste paper bin bins سلات الايه المهملات شوف اول مثال كده is telling everyone about products and services يعني اخبار كل شخص عن المنتجات والخدمات يبقى ده خاصة ايه؟ يبقى انا بفق بقول للناس هه بعلن للناس وناخد بالنا هنا هنا الاسباس بتاعي جاي في بداية الجملة الاسباس بتاعي جاي في بداية اليه الجملة يبقى انا لازم لازم advertising هنختار advertising اوكي what is next نفس الكلمات معنا we a desk has some a desk has some to keep things in a desk has some to keep things in ناخد بالنا من الجملة بتاعتنا هنا تمام كلمة some مالها عايز يجيب حاجة بعديها اوكي some must be followed by a noun لازم نتبعه هنا باسم موجود في المكان ده طب if it is accountable noun لو اسم معدود يبقى معنا كده must be plural لازم تجي ايه؟ جامع if it is unaccountable noun it's okay طب احنا هنا some what ايه اللي موجود عندي فوق ها بنتكلم عن disk it has some drawers في بعض الايه؟ الادراج يبقى disk has some drawers to keep things in المكتب في بعض الادراج عشان نحفظ فيه الاشياء files are kept in filing سهلة قلناها النهاردة مرتين قلناها النهاردة مرتين الناس اللي صحية معنا هتقول ايه؟ filing what ها؟ filing cabinets filing ايه؟ cabinet اللي هي خزائن الملفات اوكي؟ files الملفات تحفظ تحفظ في خزائن الملفات we throw papers and waste paper in we throw waste paper in بنلقي او بنرمي الورق الفضلات يعني الورق القمامة فين بقى؟ طبعا دي موجودة وسهلة واصلا نفس الكلام فوق موجود in waste paper bins number five is looking after people's money lending money اهان طالما جدنا money احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ايه؟ banking بنتكلم عن banking النظام البنوك اللي هو look after يعتني بفلوس الناس ويقرض النقود اوكي؟ banking اخر جملة في الاخترارات بتاعتنا is producing food is producing food farming اللي هو ايه؟ farming is producing food farming is producing food طالما انتاج الطعام يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ على farming اللي هو الزرع ها؟ نشوف السؤال من الاسئلة الحلوة الجميلة اللي عندنا هنا سؤال writing سؤال عن الايه؟ عن writing writing هنا احنا هنتكلم عن ايه؟ your friend اما نجي نتكلم عن البراجراف السؤال اللي عندنا ده سؤال مهم جدا جدا في الاسئلة بتاعتنا في البراجرافات تمام؟ اللي هو السؤال الخاص جدا ومهم في الامتحان بيعتمد على الكتابة بيعتمد على كتابة how to write البراجراف بتخش تقرأ البراجراف بتاعنا ممكن يجي بارة عن اسئلة تمام؟ وانت تجاوب عليها عشان تعمل البراجراف كامل او بيدي كلمات مساعدة استرشادية انك انت تقدر تشتغل ايه؟ بيها فاحنا هنشوف هيجيب لي كلمات استرشادية ولا هيجيب لي questions and I have to answer وانا اجاوب عليها ومن خلال اللي انا شايفه هقدر اكتب البراجراف بتاعي واشوف الكلام هيبقى ازاي؟ نشوف مع بعض talking about huda your friend huda huda secretary اه احنا شايفين هنا ما بين في جاب لكلمتين تمام؟ وجاب لشرطة ميلة ما بينهم يبقى huda secretary موجودة عندي works Egyptian company يبقى هعمل ما بين huda وsecretary هعمل الكلمتين دول جملة works Egyptian company هعملهم جملة first language Arabic هعمل جملة second language english French هعمل جملة likes job هعمل جملة يبقى ما بين كل شرطة ميلة والتانية I have to make a sentence طب بيقول لي هنا huda secretary يبقى هقول ايه هه اه لاحظ بقى هنا انا حاولت عدلت في الكلام بشوية كده يعني يعني ممكن ازود كلام من عندي تمام؟ ممكن ازود اهم حاجة ما اخرجش عن الفكرة اللي هو يقصدها هو بتكلمين على مين؟ على huda يبقى my friend huda is a secretary يبقى انا انا عندي huda وسecretary انا جبت الجملة دي كلها قلت my friend huda is a secretary انا كان عندي ايجيبشان قلت ايه she works for an ايجيبشان company she works for هنا يبقى بتشتغل في شركة كزا انما لو قلت works with لازم اجيب اشخاص لازم اجيب ايه اشخاص او اجيب معدات او حاجات هي بتشتغل بها she works with computer بتشتغل بالكمبيوتر she works with احمد شغالة مع احمد اوكي يبقى she works for تعمل لدى an Egyptian company شركة مصرية انا عندي first language Arabic يبقى here first language is Arabic here first language is Arabic يبقى لغتها الاولى العربية او العربية لغتها الاولى تشوف الجملة التانية كده انا كان عندي second language second language تمام كان فيه انجليش اند فرنج اوكي ايه اللي حصل هنا here second languages are انجليش اند فرنج الوقت انت جبت هنا مصر في الاولى here first language is هنا قلت هنا ايه are ايه الفرع بالاتنين انا اتكلمت هنا عن لغة واحدة فقط لغير here first language is language language is انما هنا قلت ايه languages languages جامع 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 عندي هنا عشان كده قلت ايه are انجليش and french عندي كان عندي likes و job كان عندي likes and job احنا بنكلم she likes her job she likes her job اوكي نشوف بعد كده what comes after your school your school مدرستك الا ده هنا جاب اسئلة what's your school مدرستك ايه where is your school هي فين how do you go to school how do you go to your school بتروح مدرستك ازاي do you like your school بتحبها why ليه why not ليه لا طبعا لازم نحب بدرستنا عشان اللي بتحب شيء اللي بيحب شيء لازم بيقدي فيه كويس وإحنا عايزين نتعلم على الاقل عشان نقدر ننهض ببلدنا what's your favorite subject المادة المفضلة لديك how do you enjoy your break ازاي بتستمتع بالفصحة بتاعتك لاحز كده في الاسئلة ان في اسئلة بكوشن واردز كلهم معادة السؤال ننبر 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 yes no question yes no question بص معايا احنا هنجاوب على الاسئلة full answers اجابات كاملة اجابات ايه كاملة even there is no question حتى سؤال بهل يعني مثلا ما قولك do you like fish do you like fish ما تقولش yes i do no i don't no when i tell you when i ask you do you like fish in a paragraph you have to say i like fish ما تقولش yes i like fish لا ما فيش وجود هنا ليس او ايه او no تقول ايه i like fish تب مش بحب السمك قول ايه i don't like fish انا لو احب ليه السمك يبانا تبعا ما تقولش هنا yes i do no i don't no full answer full ايه answer yes i like fish no i ما تقولش بقى no i don't like fish ما تقولش yes وانا نقولش no هنا في الحالة دي i like fish i don't like fish i like i don't like تمام ما فيش وجود ليس او ايه او no هنا تب نشوف شكل الاجابات هيكون هيكون ازاي معنا وهنشوف شكل الاجابات وهنحدد وانا هقول شكل السؤال كده لو انت شفت الجملة الاولى بتقول ايه الجملة الاولى بتقول ده السؤال بتاع what's your school يبقى i go to the pyramids commercial school السؤال التاني هي كانت فين where it's in cairo it's in cairo بعد كده في i go to school by bus انا بكلم عن الوسيلة i go to school by bus i like my school انا بحب مدرستي very much لبا because i meet my friends انا بقابل اصدقائي and teachers ومعلميني my favorite subject is english المادة المفضلة الانجليزية i like to play with my friends انا بحب اللعب مع اصدقائي in the break eat my sandwiches and drink my juice واشرب العصير بتاعي يبقى انت هنا اتكلمت بشكل عام على مدرستك على حسب الاسئلة الموجودة لو انت حضرتك حبيت تضيف حاجة من الكلام ده على الكلام ده انا وسلم بس لازم يكون من خلال سياق العنوان الموجودة عن مدرسة عندي المدرسة وزي ما احنا شفنا لو احنا شفنا هنا اما بقول do you like school انا ده احس في السطرة التالت هنا i like my school ما قلتش yes i do او no i don't قلت i like my school ولما كان فيه why why not قلت because i meet my friends and teachers بقابل اصدقائي والمعلمين بتوعي في المدرسة اوكي نشوف ايه اللي بيجي بعد كده fax writing هنتعلم النهاردة طريق كتاب الفاكس بطريقة تانية بقى هيكون عندي fax مكتوب fax واحنا هنحاول نكتب الفاكس بتاعي ركز كده في الكلام الموجود write a fax to write a fax to خد بالك هنا تمام اكتب fax بصلاة two mr seymon seymon telling him that يبقى ده الموضوع هيجي بعد كده you are sending him your price list انت بتاعي بتاعي قيمة الاسعار as requested كما هو مطلوب and you look forward to receiving his first order و بتطلع تستقبل اول طلب منه your name is اسمك انت بقى اللي هو هيجي بعده from is mr وحيد عرفة the sales manager fax number one two three four five six طيب انت سيتك هنا ناخد بقى لنا الفاكس number واسمي والوظيفة بتاعت لي your name is او you are لو ممكن يقول your name is او يقول لي you are وبعدين يجب الاسم والوظيفة وكتب لي بتاعت الفاكس ايه fax number يبقى انا عندي two طيب كلمة from اه اللي هو اسمي انا بقى اه انا اللي كاتب الفاكس بتاعي انا اللي كاتب الفاكس بتاعي هنا تمام وهنا بقول the date طبعا بنكتب تاريخ اليوم الكتابة الفاكس او التاريخ اليوم اللي انا عايزه طرعا ما اجاب ليش احتاريخ محدد اكتب تاريخ اليوم اوكي واقول هنا بقول لي هنا كلمة ايه ها بنقول that asking him telling him want him وفي عند كلمة that يبقى الكلام اللي بعدها ده هو ده الموضوع وهو ده لها الكتب كمان في بداية موضوع الايه الفاكس نشوف شكل الفاكس كده هيبقى ازاي ادى الصفحة بتاعتي اول حاجة from mister seimon ناخد بالنا هنا from mister seimon والتاريخ عندي 14 10 22 تمام ها يبقى to mister seimon from mister وحيد عرفة from mister وحيد عرفة يبقى to mister seimon زي ما انا قلت رأيت فاكس to يبقى الاسم بعد to جاء موجود we you are mister وحيد عرفة ده اسمي fax number كان موجود تحت وهكذا هنا number of pages عدى صفحات الفاكس one ولو واحد او اتنين لازم اكتب عدد صفحات عشان اكد على الشخص اللي قدامي ان هو استلم الفاكس كله او لو في لو انا كتب ثلاث صفحات واستلم صفحة او اتنين يبقى يطلب مني ارسال الفاكس بشكل تاني مرة تانية عشان يوصل الفاكس قلت دير مستر سيمون لان مستر سيمون هنا هو اللي موجود بعد تو هو اللي موجود بعد تو تو مستر سيمون يبقى دير مستر سيمون هنا في الفاكس دخلت في الموضوع على طول ده نفس الكلام اللي احنا شفناه في الفاكس هنا بدل من صيغة احنا حاولناها ان انا اللي باتكلم عني يبقى اي صيغة تيجي عندي هنا في هناك في الفاكس وانا بتكلم يبقى الصيغة تيجي الصيغة المتكلم صيغة اللي ايه السبيكر بتاعي بحاول كل حاجة خاصة من بقاي خاصة باي بقاي واي حاجة خاصة بالمخاطب بيخلي صيغة المخاطب خاصة بيه زي ما احنا شايفين كده وبكتب الجملة الحلوة بتاعتي اللي هي اي لوك فورورد تو هيرين فروم يو اللي هي اي لوك فورورد تو هيرين فروم يو سون ده جملة انا بزودها من عندي خاتمة اتمنى اسمع منك قريبا بسواء في الفاكس سواء فين في اللتر بعد كده عشان كاتب هنا ايه في اسم المرسل اليه يبقى وبعدين توقيع وبعدين الاسم وبعدين الوظيفة موجودة لو سيتك ركزت هنا في الفاكس في الفاكس بالظبط عندك تو وفروم زي الميمو date زي الميمو السبجكت اللي عندي هنا اللي هو اللي هو مين سبجكت اللي هو ري اللي سبجكت اللي هو ري اصبح اللي اختلاف عندك فين number of pages والفاكس number number of pages والفاكس number ده اللي اختلاف الميمو يبقى الهيدنج اللي فوق تسعين في المية منها ميمو او 75% منها ميمو طب الجزء اللي تحت لتر الجزء اللي تحت لتر الفاكسي هنا خالط ما بين الميمو في الهيدنج اللي فوق تو وفروم وديت وسبجكت او ري اللي في الميمو تمام والجزء من بعد دير للأسفل ده خاص باللتر الشيء الوحيد اللي بزيد عندنا اللي هو ممكن اسمه والتوقيع بنكتف اللتر بتاعنا اسمي بس او التوقيع بس على حسب تمام وبعدين من اول دير للاخر كل ده بادي لتر زي بادي لتر ايه بادي وقلنا 5% او 8% اللي فوق جزء الوحيد ده ده خاص بالايه بالميمو تمام كده قريب من الميمو وشكلها يبقى الفاكسي ده خليط من الميمو والليتر عندنا نشوف اي اللي بعد كده ترجمة اخر سؤال عندي في الامتحان هو الترجمة اخر سؤال عندي في الامتحان هو بيكون الايه الترجمة وبيقولي ترانسليات انتو قرى بك هنا بترجم كل الجمل اللي عندي لللغة العربية اما نيجي نترجم الجملة بتاعتنا لازم نقرأ الجملة كلها تمام تاني مع بعض كده اما نيجي نترجم الجملة بتاعتنا لازم نقرأ الجملة كلها من الاول للاخر ونشوف ايه المحتوى اللي موجود جوه الجملة وترجم الكلام اللي انت فهمته وبعدين تجيب الصغر اللي انت فهمتها لقد ما تقدر آسف آسف لازعاجك بط ولكن the fax machine isn't working آلة الفاكس لا تعمل آسف لازعاجك ولكن آلة الفاكس لا تعمل الوقت انت عندك جملة انجليزية و جملة عربي اعكس يبقى عندك جملة عربي و جملة انجليزية يبقى في الحالة دي الجملة اللي انا عندي ترجمة من انجليزي العربي هي هيكي انها جملة ترجمة من عربي لانجليزي بعكس الكلام وترجمه وبالشكل ده يبقى معايا الجملة مكتوبة عربي انجليزي وانجليزي عربي سنتنز نومبر تو the photocopia is flashing the photocopia is flashing photocopia رايحنا قلناه هي ايه آه برافو آلة الايه التصوير آلة التصوير مكن التصوير الورق is flashing وflashing يعني ايه flash flash الكاميرا ما بتعمل flash بتنور وبتطفي كده يبقى نقول ايه آلة التصوير طومد يبقى في زر هنا في لامبة هنا في آلة التصوير عمالة اتنور وبتطفي يبقى اللي هي كلمة طومد يعني آلة التصوير طومد يبقى في خطأ موجود في آلة التصوير في اللحظة اللي احنا فيها نومبر ثري The manager meets customers in the company The manager meets customers in the company المدير قابل الزبين او العملاء في الشركة المدير قابل الزبين او العملاء في الشركة اللي هذا منجر اللي هو مين المدير او يقابل مدير العملاء في الشركة يبقى هنا يفضل ان انا ابدأ الجملة بتاعتي بالفعل بتاعي يقابل المدير العملاء في الشركة يقابل المدير العملاء في الشركة ولو قلت المدير يقابل عملاء في الشركة صح ما فيش اي مشكلة خالص تمشي بس احنا بندور على الصيغة الافضل اللي هي نبدأ بالفعل بتاعي يقابل المدير العملاء في الشركة ترجم جملة واحدة فقط يبقى يجيلي هنا جملتين هترجم واحدة منهم فقط لغير هل يمكنك مساعدتي مع آلة التصوير ده سؤال هل يمكنك مساعدتي في آلة التصوير نشوف الصغة بتاعتنا كده أبدأ بقول ايه Can you help me with the photocopia Can you help me with the photocopia مكينة التصوير بتاعتنا Can you help me with the photocopia السكرتيرا يجب أن تكون مهذبة ولطيفة مع العملاء السكرتيرا يجب أن تكون مهذبة ولطيفة مع العملاء السكرتيرا يعني ايه The secretary يجب أن تكون آه ممكن يكون هافتوه ممكن شود نصحة قوية وهكذا مهذبة ولطيفة هنشوف الجملة عاملة ازاي The secretary The secretary should be polite and nice to the customers The secretary should be polite and nice to the customers احنا كده خلصنا الامتحان ده وشوفناه تمام وهقول كده شكل الامتحان بتاعي ان شاء الله اخر السنة بيكون شكله ازاي اوكي شكل الامتحان بتاعي بيكون اول سؤال عندي اول سؤال عندي اللي هو choose the correct answer بيكون عندي نظام عشر جمل وفيهم اربع اختيارات لكل جملة العشر جمل دول خمسة five structures and five vocab خمسة grammar وخمسة قواعد وعند الاختار المتعدد ده باختار جملة واحدة بس يا صحيح عندي السؤال التاني السؤال التاني بيكون عبارة عن ايه عن Dialog بيكون عبارة عن Dialog محادثة It has three spaces It has three spaces عندي تلات اختيارات تلات ثري spaces فيها تلات فراغات فيها التلات فراغات اللي عندي دول انا بام لهم تلات فراغات اللي عندي انا بام لهم اوكي ويه عبارة عن سؤال اجابة اجابة واسأل وهكده على حسب ما انت هيكون موجود عند حضرتك بعد كده فيه Comprehension قطعة القطعة بتاعتي بيكون موجود فيها ستة سئلة تمام four اربع سئلة عبارة عن اختيارات زي السؤال الاولين الخالص بيجي لك اربع اختيارات فيها تمام اربع سئلة باربع اختيارات تمام كل جملة فاربع اختيارات وفيه سؤالين with the question words فيهم علامات استفاهم تجيبهم منين من القطعة بعد كده fill in the space سؤال الرابع fill in the space عندي سبع كلمات عندي سبع كلمات سبع سبع كلمات تمام والسبع كلمات عندي ست جمل بحاول املأ الفراغات من السبع كلمات في الست جمل السؤال خامس write a paragraph you have two subjects عندنا موضوعين you can choose one هتختار ايه واحد وفيه موضوع فيهم ممكن يكونوا الاتنين going words وممكن يكونوا فيهم واحد questions with questions and you have to answer زي ما احنا شفنا النهارده السؤال الاخير عند بحضرتك ترجمة translate into English عندي three sentences translate into Arabic sorry translate into Arabic you have three sentences عندي تلك جمل you have to translate them into English and translate only one into Arabic وعندي هتجاو واحدة تترجم واحدة العربي من جملتين جملتين العربي تترجمون ايه واحدة كده يبقى احنا كده خلصنا شكل الامتحان بتاعنا وكده بنوصل لنهاية حلقتنا بعد ما شرحنا الوحدة التالتة والربعة وحلنا الامتحان الخاص بهم ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله مع قطب امنياتي ومعكم كان معكم محمد عبد الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة